بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا على طول بنقول ان المصريين دايبين في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبهم لرسول الله خلاهم يعيشوا مع حضرة النبي في كل التفاصيل وخاصة في الحاجات اللي كان بيحبها حضرة النبي هم عارفين ان حضرة النبي كان بيحب الاطفال ولذلك ما ينفعش اي حاجة ليه علاقة بالطفولة ما يكونش فيه سنة نعمل بيها بن سنة الرسول اللي يصدر الله عليه وسلم وعشان كده المصريين عندهم حاجة اول ما تتكلم عن الاطفال وتتكلم عن المولود يجي بزهنهم على طول حاجة مهمة جدا جدا مرتبطة بحضرة النبي ايه دي اللي هو الاحتفال بالمولود في اليوم السابع اللي احنا بنسميه السبوع ليه المصريين بيهتموا بالسبوع ويائمة السبوع عندهم ده اللي هنعرفه في التقرير اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض يعني هو اساسا من السنة السبع ايام واساسا مفروض يبقى فيه عقيقة بعد السابع فعشان كده احنا نسموه بالاسبوع وكده ودائما نحن نعمل عقيقة يعني وكده السبوع احنا بعد ما يتم اسبوع بنعمل الاحتفال ده هو ده العادة المعتقدة سبعة ايام مع السبوع اوه الستة تعدى عليه السبع خطوي اذا ما بيقوله يعني انا بدولي والله اعلم انه في الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا في فترة السبوع دي بالطفل بيتحلق شعره بيتحدد اسمه عشان عادة سبعة ايام من اولاده السجوع على شانه بعد سبعة ايام مره عليه سبع ايام بس دي عادة مش في القرآن ولا في السنة ولا في اي حاجة دي عادة احنا تعودنا عليها وهو على طول اي مولود بيتولد لازم ان نعمل له اسبوع برضه احنا بلعنا لقينا اجدادنا وامهاتنا بيعملوا كده جيه الدنيا جديد وبقاله اسبوع مولود عشان دام سبعة ايام اسبوع عشان عادة سبع ايام على اولاده قول عليك سبطة من قدنة تاريخ ده حياة كده في الطبيعة المصرية عشان بيبقى اول اسبوع او اول مولود فرحة للناس يعني جاتوا كده مرور سبعة ايام دي على المولود اليوم السابع للولادة السبوع عند المصريين معنى من المعاني اللي بيتخليهم يفرحوا ويسعدوا بس كان لابد ان احنا نسأل ليه عند الاسبوع لما يمر اسبوع على المولود نبتدي نحتفل بيه عارفين ليه لان هم عارفين ان الجمال والفرحة ما تتمش الا بانوار حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضرة النبي علمهم ان الاسبوع دوت وحدة يمكن الانسان ان هو يحتفل بوجوده في الدنيا من خلالها ازاي ده اول حاجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمهم لما سألوه يا رسول الله لماذا تصوم يوم الاثنين هو حضرة النبي يصوم يوم الاثنين والخميس فحضرة النبي قال لهم ايه هذا يوم ولدت فيه فالمصريين يتعلموا حكتين من كلام حضرة النبي ان هم يحتفلوا بميلادهم وخلاص بقى الاحتفال بالميلاد حاجة رائقة وفائقة وسنة من سنة حضرة النبي طيب ونحتفل بالميلاد ليه؟ لان احنا لما بنحتفل بالميلاد مش بنحتفل في كنا اصحاب هذا المجد وهذا الوجود لكن احنا لما بنحتفل بالميلاد بنحتفل بنعمة ربنا بالايجاد تاني عندما نحتفل بالميلاد نحتفل بنعمة الايجاد ان ربنا اوجدنا من العدم وازهرنا في شكل هذا الكائن الموجود فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله انت بتصوم يوم التنين ليه قال لهم هذا يوم ولدت فيه فيبقى هو مر اسبوع فحضرت النبي كل ما يمر اسبوع يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم فالمصرين قالوا اذا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلمنا ان الاسبوع ده مهم جدا جدا في الاحتفال بالمولود فخلاص لما ييجي الاسبوع نبتدي بقى ايه نعمل الاحتفال به وحضرت النبي كمان من سنته إنه بيسمي المولود بعد أسبوع طب ليه؟ ليه بيسمي المولود بعد أسبوع؟ لأن حاجة مهمة جدا جدا الأسماء في البشر من أشرف أدوات التأدير والاحترام ليهم ولذلك حضرت النبي لما أخذنا منه إن احنا نحتفل بمولدنا كل أسبوع ونحتفل في اليوم السابع بالمولود هنحتفل أول حاجة إيه هي؟ رمز التأدير للإنسان ده فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم خلى الأسبوع نسمي المولود في اليوم السابع وكمان ليه طيب؟ لأن الأسبوع ده أصغر وحدة في حياة الإنسان إيه أصغر وحدة متكملة في حياة الإنسان؟ اليوم؟ لا احنا لازم نبص كده آه ده الأسبوع الأسبوع اللي هيتكون منه الشهر وهتتكون السنة وهيتكون العمر فالأسبوع هو وحدة متكملة زي ما نتكلم كده على السنة دي الفصول متكملة فالوحدة المتكملة يبقى مر عليه كل الأيام مر عليه يوم الجمعة رمز لكل الجمعة اللي هتجيه في حياته والسبت رمز للسبتات والأحد وهكذا فالأسبوع ده رمز للوحدة المتكملة في حياة الإنسان وعشان كده يبقى إحنا نسميه في اليوم السابع وعشان كده فيه سنن تاني زي أص شعر والتصدق بيها والتصدق بمثل وزنها فضة أو ذهب كل ده فنفهم أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نعمل إجراءات الإجراءات دي كلها ملها كلها تخرج تحت عنوان شكر النعمة لأن ده بيخليك تحس بحلوة النعمة وتحس أن أنت داخل في باب وصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هنا حاجة مهمة جدا هنا جه وأبطل عادة عند العرب شوية كانت عادة مش أفضل العادات كان العرب عندهم حاجة حضرة النبي أمرنا أن احنا لما نجي نسمي نسمي الأسماء الحسنة خير الأسماء أهو حضرة النبي بعلمنا أن احنا لما نجي نسمي نسمي أسماء خيرة خير الأسماء ما عبدة وما حمدة كان العرب بقى عادتهم وحضرة النبي غير كثير من عادات العرب إلى العادات الحسنة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كله جمال فكان من عادات العرب أن العربي يسمي عبده ويسمي أمته أسماء حسنة جميلة ويسمي أولاده أسماء شديدة غليظة فيسمي ابنه مثلا غضانفر يسمي ابنه وحش يسمي اسمه ابنه مثلا أي اسم فيه اسم مخيف ويسمي عبده جميل وجميلة وزينة فلما سألوهم كده أنتوا بتعملوا كده ليه؟ قال لأننا نسمي أولادنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا أما عدا سخيفة صحيحة فحضرت النبي جه وسمى الأولاد بالأسماء الحسنة فسمى كانوا يسموا سيدنا الحسن بحر فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل اسمه حسن وحسين ومحسن يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم خلى الأسماء أسماء حسنة وغير اسم المرأة اللي كان اسمها عاصية وسماها جميلة ولذلك ليه حضرت النبي قال كده قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء يا أبائكم فحسنوا أسمائكم وجعل من حق الولد على والده أن يحسن أدبه وأن يحسن أسمه فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الجمال في ده طيب المصريين ليه كانوا بيتموا بالأسبوع كده ويهتموا بالاحتفال بالمولد بعد أسبوع عشان يعلمونا بحاجة مهمة جدا بيعلمونا معنى أظن غاب عن حياتنا قوي إيه هي؟ المعنى الأولاني هو معنى حب الحياة إحنا كتير مننا لما قاست عليه الحياة بقت الحياة إيه لعليه وإحنا مبارح اتكلمنا عن حلقة وإحنا بنتكلم فيها عن الانتحار والناس أحسوا أن الحياة وكأنها ما بقتش يدوقوا فيها معنى النعمة والحياة بقت تقيلة عليهم ليه طيب؟ عشان الأحداث اللي هم مش عارفين يقروها فكأنهم من أول خالص 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 عايزين يعلمونا حاجة مهمة إن احنا نفرح بنعمة الحياة فدي أول درس كان بيعلمهن المصريين لما يحتفلوا بالسبوع لما يحتفلوا بالمولود في اليوم السابع إنه هو يعلمونا ماذا؟ يعلمونا أول درس وهو ماذا؟ أن نفرح بنعمة الحياة إحنا عندنا دلوقتي مشكلة في كتير من الناس بيعتبروا للحياة دي عبء عليهم مش قادرين يعيشوا مش قادرين يتصرفوا كتير من الناس بيعتبروا الحياة سجن فلذلك المصريين عملوا بسنة رسول الله إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده احتفل بنعمة حياته صلى الله عليه وسلم أكيد الحياة نعمة ولذلك المصريين كرسوا ده في قلوبهم كمان المصريين كانوا بيكرسوا معنى تاني إيه هو المعنى التاني ده؟ التوسع على الأهل لما تيجي نعمة وسعوا على أهل بيتكم واعلموا إن التوسع على أهل البيت من باب البر ومش بس وشوفوا كده إن كل ما بيجي سيرة الحياة يحصل التوسع على أهل البيت إيه اللي حصل؟ حضرة النبي علمنا إن احنا نصوم يوم عشراء ليه؟ قال هذا يوم النجى الله فيه موسى فالناس صمتوا واحتفلت به عشان نعمة الحياة نعمة إن ربنا من على سيدنا موسى بأنه حافظ على حياته نفس الكلام عندنا فإيه اللي حاصل؟ فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وسع على أهله في يوم عشراء وسع الله عليه سائر سنتي يبدو المصريين خدوا نفس الفكرة وقالوا إن التوسع على الأولاد في الأيام المحددة تجيب توسعها طول السنة وعشان كده راحوا موسعين في السبوع وسعوا على الناس وكمان حاجة مهمة جدا جدا جعلوا السبوع ده والاحتفال بسبوع المولود باب من أبواب الترابط والمحبة والاجتماع على الفرح عارفين ليه؟ لأن المصريين والله عندهم حاجة مهمة جدا جدا في سمات تديونهم ويمكن ده ما تلاقهوش في تديون الناس كتير إيه هي؟ إن تديونهم تديون فرح يعني إيه تديونهم تديون فرح؟ في كل حاجة يحبوا يفرحوا ويجمعوا بعض ويغنوا ويسعدوا وكأنهم بيعملوا إيه؟ إن كل ما تفهم إن الدين بيجلب عليك السعادة والفرح أنت قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت قريب من الله ولذلك هم كل ما بتجيلهم نعمة بيفرحوا قل بفضل أو كانهم بيعملوا إيه؟ بيطبقوا تطبيق عمل لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نفرح بنعمة الله الثلاث معاني دولة من أرواع المعاني نعمة الحياة حب الحياة وكمان التوسعها للأهل وكمان حاجة مهمة جدا إن إحنا نحس إن الدين دين فرح في ناس كتيرا مش عايزين الدين يبقى فرح ليه؟ عارفين بيقولوا أنتو لما تفرحوا أنتو كده بتعلقوا الناس بالدنيا لا 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 إحنا لما نفرح في الدين إحنا بنعلق الناس برب العالمين بنعرق الناس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يرى إلا متبسما الذي كان يحب الفأل كفاية نكد الدين دين فتح وفرح وبش وأمل واسعوا قلوبكم وخلوا كل ما ييجي مولود يجي لكم بفتح وباب جديد من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ولذلك في كتير من الناس بيعيشوا أن هم مولود جديد كل يوم وعشان كده إزاي بقى نقول معاني التلاتة اللي عندنا دي في قلوبنا أول معنى معنى حب الحياة تاني معنى معنى التوسع على الأهل تالت معنى معنى الفرح بهذا الدين أنا عايز نتعود إنك تتبع نعمة الله بالفرح وتتصدق وأقل حاجة إنك تتبسم وتفرح بنعمة الله لإن فرحك بنعمة الله يفتح عليك باب شكر النعمة يبقى إيه اللي حاصل الحمد لله أنا خلصت الحلقة النهاردة بعد ما خلص الحلقة النهاردة أتبسم أفرح أفرح بنعمة الله لما أقول كلمة كويسة أفرح أتبسم عارفين حضرت النبي كان بيتبسم ليه لأنه كان غارق في نعم الله كل ما تجيلك نعمة تبسم تبسم عشان بسمتك دي هتفتح عليك باب شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى بالله عليكم اوعوا تقفلوا عن نفسكم أبواب من أبواب إن أنتو تعيشوا في مدد الله وفي لطف الله إنك تفرحوا بالنعمة الحياة الثانية لابد إن هو يكون ليك كل أسبوع جلسة مع نفسك تسأل نفسك عن شكرك لنعم الله وتدعو الله إن هو يوزعك شكرا نعمتي سبحانه وتعالى كل أسبوع عود كده مع نفسك وشوف اعمل احتفال بنعم الله سبحانه وتعالى ويفرح بنعم الله كل أسبوع لو عملت كده ده كده وذكرهم بأيام الله تفتكر أيام الله تفتكر إن فيه أسبوع مرة عليك وإنت في نعمة الأجود وإنت في نعم أنت غارق فيها وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها كل أسبوع أعد وافتكر نعم ربنا عليك واشكر ربنا على نعمه الكثير عليك الحياة الثالثة تعالوا نعلم أولادنا إن كل أسبوع يتصدقوا بصدق ولو قليلة ويشكروا الله على أنه رزقهم الحياة ويريد ده يحصل في اليوم اللي تولدوا فيه واحد يتولد يوم لاتنين كل يوم اتنين يروح يدفع صدقة بسيطة كده للناس ويتصدق عشان يفضل الاحتفال بالمولد ده معنى من معاني شكر النعم وعشان كده احنا بنحتفل بمورد رسول الله لأنه شكر على نعمة وجود رسول الله بنا الحمد لله على وجود رسول الله والحمد لله على نعمة الحياة فعلموا أولادكم إن الحياة نعمة عارفين كده بيه؟ تحصنوهم من التطرف وتحصنوهم من الكآب أقولكم حاجة وأتحصنوهم من الانتحار واحد نتربي على إنه كل أسبوع يتصدق عشان ربنا منع عليه بالحياة ده هيفرط في الحياة بعد كده؟ لا هيتمسك بنعمة ربنا ويارف إن الحياة نعمة وبعدين آخر حاجة ندعو الله سبحانه وتعالى كل يوم نقول اللهم إنا نسألك أن تمدنا بمدد من عندك يكون عونا لنا على شكر نعمتك لنذوق شهد حنانك وودادك يا ودود يا حنان نقول كده كل يوم اللهم إنا نسألك أن تمدنا بمدد من عندك يكون عونا لنا على شكر نعمتك لنذوق شهد حنانك وودادك يا ودود يا حنان يا رب جعلنا دايما من الشاكرين للنعم مشتقيل لأنوار شكر نعمتك مش بس عشان يبقى فيه مزيد عشان يبقى فيه وصال يا رب اجعلنا في خير حال ويجعلنا على الدوام من أهل الوصال بشكر نعمتك ألقاكم بعد الفاصل عشان نجاوب على أسئلتكم فانتظرونا رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم واللي احنا دايما بنسعد بتلقي أسئلتكم اللي بنخصص لها وقت ونجاوب عليها وهي زهرت قدامكم على الشاشة دلوقتي وكمان بنتلقى عليها ترشحتكم عشان حلقات الجليس وكمان تطبيقاتكم على المدخل الحضاري اللي بنشرح به أحاديث رسول الله أحنا معانا الأستاذ أحمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ليا مدخلة وسؤالين ممكن أبدأ بالمدخلة وعدين السؤالين تفضل تفضل الأستاذ أحمد بالنسبة للمدخلة حضرتك ذكرت إن المصريين بيفرحوا في الحاجات دي وده بيدل على بذلك فليفرحوا وخيروا بمجمعون بس الملاحظ فرح المصريين بيكون بحاجات لا تنسب الشارع رقص وفرح زيادة عن اللزوم زي بنشوف في الأفراح اللي بيرقصه والفرح فيه أستاذ أحمد أستاذ أحمد أستاذ أحمد يعني عادينا حضرت تقوم الحاجات دي الحزن بيبقى فيه برضو حاجات زي شك الجيوب والحاجات دي لازم نقومها في الحزن برضو الفرح يبقى فيه فيما يتنسب الشارع لكن الأسف يعني إيه اللي عادينا الفرح يكون منضبط بالشرع طب خلاص خلصت يا سيد أحمد ده المدخلة اسمع لأم المدخلة حواري يا سيد أحمد أميش تفضل بص يا سيد أحمد دايماً اتعود أني لما حد يتكلم عن الشارع هو بيتكلم على الأصول وعلى الأساس إنما التطبيقات اللي بيطبقها بعض الناس هم مسؤولين عنها أمام الله مفيش حاجة اسمها بيبلغوا في الفرح يعني إيه بيبلغوا في الفرح واحد عظم نعمة ربنا فاعتبر النعمة ربنا دي هي الدنيا وما فيها ده راجل أقوله لو سمحت أقلل من فرحك لكن الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي دي بناخدها من الأخلاق العامة ما نخلطش بقى الأوراق على بعضها يا سيد أحمد في حاجة اسمها أخلاق عامة يا جماعة خلينا نتكلم عن الحياء ما نجيش بقى وهو ده التفكير الفرق ما بين التفكير المعتدل والتفكير المعكر للتدين إحنا عندنا حاجة اسمها الأخلاق العامة يا جماعة الخير إحنا عندنا حياء يا جماعة الخير إحنا عندنا اتزان نفسي يا جماعة الخير إحنا عندنا ما بنوصلش لارتكاب المحرمات ده في الأخلاق العامة لكن هنا لما نيجي نتكلم عن فرح المصريين في اليوم السابع آه لازم نتكلم إنه هو من السن لازم نتكلم كمان إنه هم عملوه عشان بيحبوا رسول الله المخالفات بقى دي نحن نتكلم عنها بقى وإحنا نتكلم عن الأخلاق العامة وإحنا نتكلم عن المصريين على مسألة يا جماعة الخير لازم يكون عندنا حياة لازم يكون عندنا يا جماعة الخير نوع من أنواع الرقي في التعبير عن مشاعر كل الكلام ده نتكلم عنديه في الأخلاق العامة السؤال بك السؤال الأول أحضرت تحضر أنه طبعا جزاك الله عنه كل خير السؤال الأول أس셔서 السؤال الأول أسraid rich بتحط الأعجادات المصريين في القولب الشرعي بس للأسف في بعض منها حتى لما يجيب تشرح يتبايلون الإطار الإطار بتاع القواعد الشرعية بالنسبة للمصريين يعني فيه ناس بتعملها ولا تعالي الأطور الشرعية فى المعاملات المصرية بوس سيد أحمد بوس سيد أحمد عايز أقول لك حاجة عايز أقول لك حاجة لكن أنا عايز حاجة تتوضح للناس الأطر الشرعية اللي ميجي يفرحوا الأطر الشرعية اللي ميجي يحزانوا الأطر الشرعية لما ييجي يتصرفوا تصرفوا معين يبقى فيه أطر شرعية ناس تعرفوا طي سيد أحمد عشان بس ما نطولش مع بعض عشان أنت عندك سؤالين كمان وعشان لاوا بص يا سيد أحمد الأطر الشرعية دي إحنا لما بنتكلم في الأسس اللي إحنا قلناه هي دي الأطر الشرعية في حد بقى عايز يعمل حاجة إضافية هو اللي يجيب الدليل عليها يعني واحد عايز يقول للناس ما تعملوش كده يبقى هو يجيب الدليل عليها لكن أنا وبتكلم على السنة بتكلم على أن العمل ده فين أصله من السنة من سنة رسول الله لأن في حد بيجي ينسي في الأمر ده من أصوله وده بتقول عايزه بالله عايز يفرغ المصريين من حبهم من رسول الله ويفسد عليهم علاقتهم بحضرة النبي أما الأطر الشرعية اللي حضرتك بتتكلم عليها ومش كل الناس بتعمل كده مش كل الناس بتعمل مخالف يبقى إحنا نعمل الناس المخالفين هم الأساس ولا الناس الملتزمين هم الأساس الناس اللي هم بيعملوا الكلام ده عملا بسنة رسول الله هم الأساس ولا المخالف هو الأساس أكيد الناس الملتزمين بسنة رسول الله والعملين بسنة رسول الله هم الأساس مش كده وإحنا اتكلمنا عليهم خلينا الناس مع سئلتك بقى يا سيدا يلا سئلت حذيك يا سيدا عندك سؤالين. بالنسبة للصيام او صانيا خليلي صيام سلسة ايام من كل شهر. مه. فالناس بتعرف ان الايام القاملية تتاشر وبعتاشر وخمستاشر. نعم. ساعات زي مثلا العشرة للحجة نتو تصوم العشرة لامز الحجة. طي. فهل العشرة دول دي هدخل من دولهم التلاتة ولازم برضو يصوم التلاتة اللي هو تتاشر وبعتاشر وخمستاشر. طي ده السؤال الاولان السؤال التاني. السؤال التاني. حضرتك ساعات عشان الكورونا وكده ساعات بيحصل في الفاسجد الصف المزدحم في برو الصف بصلي في صف الوحدي. او يكون الصف مثلا فيه تكييف ما بقدرش على التكييف فاقوم ايه مصال للوحدي. هل دي اه فيها شيء يبطل الصلاة او شيء. لا. هو صلاة 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 منفرد خلف الصف ديت ما تبطلش الصلاة. ولكن ده شيء يعني شيء مكروه يعني لن يفسد الصلاة ولكن الافضل اللي انسان يتركه. اما في الحالات الاستثنائية اللي احنا فيها زي حالة الكورونا او حالة ان واحدة هيحصل له ضرر لو انه هو كان موجود في الصف. لا ده اوت معلوم. مفهوش كراها والصلاة صحيحة وليس فيها شيء. السؤال الاولان اللي حضرت تفضلت عليه. ان التلات ايام البيض اللي هي التلات ايام القمرية. ازا صادفوا كان في التسعة. هل دولا هيدخلوا في التسعة او ازا كان عادة الانسان ان يصوم هذه الايام الثلاثة تكتب له. يعني هو دلوقتي صام تسعة ايام وجي منهم التلات ايام القمرية مش هيحصل. لان التسعة ايام دولة بيكونوا قبل الايام القمرية. لكن افترض ان هو في اي وقت تاني. والزاك انا استغربت ان حداك بتسعلي عن الايام القمرية. انت بتسعلي على التلات ايام التي في اول كل شهر. لان في روايات اخرى ان التلات ايام دي اهل التلات ايام الاول. هو ده اللي هيجي بقى مع التسعة. لكن التلات ايام القمرية مش هتيجي مع التسعة منذ الحجة لأن الثلاثة أيام القمرية هيكونوا في أيام التشريق يبقى إذن إذا كنت بتكلم عن الثلاثة أيام التي من أول كل شهر ورد في السنة أن رسول الله سلم ندب أن نصوم هذه الأيام الثلاثة دوت هيدخل في الأيام التسعة ويكون للشخص الذي اعتاد على صيامها سواب هذه الأيام الثلاثة إن شاء الله معانا الأستاذ طارق أستاذ طارق أستاذ طارق معانا أستاذ حمدي من الدهلية يتفضل أهلا وسأل أهلا بك يا دكتور عمر الله يكرمك يا سيد أقول لحزيزك يا دكتور عمر معلشي عن استخبار عشان ما بقى الظلم في الدنيا يعني ربنا إن شاء الله يبعد عنك الظلم بس كمان عشان نكون مع بعض ومستمعين جايين نقفل وقت التلفزيون ونسمع من التلفزيون ماشي حافظ معايا مبلغ من المال حضرتك فأنا حطيت البنت في البنت طيب بس أنا مقدتش لبني على أساس حضرتك لإن أسكت بنت نسخرفه في المخدرات طيب بتسأل بقى دوة حلال ولا حرام بتسأل هل ده جائز ولا مش جائز آه هل ده جائز ولا مش جائز بس أنا على أساس أنا عارف أنه هو هيصرفه في المخدرات خلاص يا سيدي خلاص يا سيدي ده جائز وحلال وده وتمش ظلم ولا حاجة وما تسمعش كلام أي حد يقولك إن ده ظلم اللي انت عملته ده بالعكس قد يدخل في سنة رسول الله سلم أنتظر وراستك أغنياء خير من أنتظره معالا يتكففون الناس فاللي انت عملته ده جائز ومش حرام معنا معنا السيد أبو أنس السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشارك رب حضرتك والحوار مع ساتك بداية العرض اللي ساتك عملته عن السبوع أحد السادة للزملاء تحدث عن العقيقة والعقيقة دي سنة مؤكدة على المصدفة الله سلم في حديث بالنسبة للبن أنت بيتبح لها شاه أو زبيحة خطعة واحد أما بالنسبة للذكر بيتبح له اثنان طيب هذا كلام مضبوط صحيح هذا كلام في كلام حضرتك حتى الآن لأنه الحقيقة الحقيقة كان الكلام عندنا هو مسألة ليه الإسبوع ليه الإسبوع وليه الإحتفال في الإسبوع لكن جيد أن حضرتك تسأل ونجاوب أو جيد أن ننبه الناس أن العقيقة بتكون في اليوم السابع ومضاعفاته يكون في اليوم السابع اليوم الأربعة عشر اليوم الواحد وعشرين إلى الأربعين دي تمام السنة بتاعتها ولو كان في اليوم السابع يبقى ده تمام السنة وبيكون الراجح ما بين أقوال العلماء بيكون شتين للولد وشاه للبنت معنا مين أستاذة نجلاء اتفضلي علوه السلام عليكم أهلا وسلام اتفضلي زي حضرتك وعليكم السلام وعليكم السلام وعلى حالة لك اتفضلي يا فندي أنا عندي مشكلة بس يمكن تحل لو سمحت كده حتى لو أهي يعني هي عن حاجة جبر الخاضر لأكثر القلب تفضلي أنت حضرتك من الحلقة بريح جيب كلام كان ممكن ليه أصباب الانتحار والكلام دو صحيح أنا عايز أسأل السؤال بس كده أنا عندي بنت مجتهدة جدا أملها أن هي تكون مزيعة هي في ربع إعلان حاليا بقالها ثلاث سنين بتحاول تعمل حاجة كله بالو يعني بس الدنيا فرصة محدش حالة على المكالمة لو صبحت أنا مش بخرج عن السياق في الكلام على سكت نعم تصلي على النبي كده طب أنا مش بخرج عن السياق في الكلام أحوبي يعني أمم بسمعين طيب والله مش أقولك أنا بقولك أنا أريد حضرتك أنك أنت بس تتوجه حتى كلمة لبنتي أنا الأول في الآخر يهمني بنتي حاضر حاضر ثلاث سنين وعود أي حد بيعيدها أن هي تطلع بتكتهد وبتروح مثلا لمدينة الإنتاج الإعلاني وبتكتهد مشوار من الشرقية لأكتوبر مشوار جمد عليها وعود كل ما بتوصل لمسؤول حاضر نعم وبيقفلوا الباب ما حدش بيقبروا بمغروم كمان حاول التوصل إن هي بعتت للرياسة كاذا طلب إن هي تعمل لقاء مع الريض طيب قولي قوليلي أساعد حضرتك إزاي أو قوليلي أجاوب على حضرتك فيم السؤال لا أنا عاية تتكلم على حتة جبر الخاطر بالنسبة بيبقى مستير حاجات في الدولة انتموا بالطلبات الرياسة اللي هي بيقول بيستجيبوا حاضر حاضر أستاذة نجلاء أنا عايزة عايزة أقول لحضرتك ثلاث حاجات إحنا دايما لما بنجي بنجي نعيش الحياة ما بنعيش الحياة بصورتنا عن الحياة أنا أقول لكم نصيحة حاضر التنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دايما إن إحنا ما نعيش بصورة الحياة اللي عندنا قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحة بعوضة ما سق الكافرة منها شربة ماء أنا مش بقولك إذا هاد في الدنيا وابنتك ما تطلبش لا أنا بقولك إن إحنا ما بنعيش حياتنا بصورة الحياة عندنا احنا بنشوف الحياة من عند الله بنت حضرتك لما بتكتهد هي الحمد لله لازم تفخر بنفسها لازم تعتذب ان ربنا من عليها والهمها ان هي مكتهدة وكمان الهمها بالموهبة وتستمر في ده لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا العمل بأمل وان احنا دايما نكون من اهل البشر مش كل الناس عايبقوا في تقييمهم ليا دي القاعدة التانية مش كل الناس في تقييمهم ليا هيكون تقييمهم زي ما انا مقايم نفسي يبقى لالحياة زي ما انا شايف ولا تقييم الناس لازم يكون على نفس درجة تقييمي انا في معايير متعددة بنقيس الناس بيها فلازم نفهم كده ولذلك احنا بنطلب من الناس ان هم يكونوا منصفين لكن في نفس الوقت لو اختلفوا معانا عن اعمل ايه لو اختلفوا معانا عن اقبل الاختلاف افرد حد شايف ان بنتك محتاجة تطوير اكثر في موهبتها يبقى حضرتك دلوقتي انا بنصح حضرتك ان بنتك تعمل تست في حاجات في الاعلام اسمها تست تروح تعمل تست ويحصل لها تقييم فاذا كانت هي محتاجة مزيد تطوير لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا دائما نطلب العلم ونطلب التحسين ودوت معناه مش ان بنتك اتظلمت قد تكون بنتك محتاجة تطوير وتحسين ورزقها مازال موجود لان الله سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ما فيش معنى ان انا لما احاول وما اوصلش للا انا عايزه يبقى خلاص انا احبط لا لا خالص ما فيش حياة اسمها احباط ونزاك بنتك لازم تفخر بان هي صاحبة موهبة وصاحبة علم الامر التاني ان لازم نعرف ان الحياة من ازاي ما احنا بنشوفها لازم نطور نفسنا الحاجة التالتة ان احنا نعرف ان رزقنا محدش هياخده ولا هينقص منه ابدا فخليها تستمر دائما ابدا ودائما تكون مع مولانا سبحانه وتعالى في امل وفي سعادة ان ربنا سبحانه وتعالى رزقنا هذه النعم ان هذا كنا بنحتفل بالنعم ودائما نكون محتفلين بنعم الله سبحانه وتعالى وفرحانين بيها ألقاكم بعض الفاصل عشان نجاوب على بقية الاسئلة ارجعنا لحضراتكم معانا الاستاذ محمد من الشرقية اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاكا دكتر نعم الحمد لله فضله ونعم الحمد لله ربنا اخليك يا دكتور تفضل يا سيدي حضرتك انا ليا السؤالين بس بعد اذنك تفضل يا فندم انا ليا مبلغ عند اخويا وقد بقول حضرتك ايه واخده مني يعني بالي واربع سنين يعني ده واخده دين ولا واخده في معاملة مالية لا دين يا فندم دين يعني بتوقف جنبه عشان يجاوز ابنه وكده فانت اديته فلوس على سبيل الدين على سبيل القرض يعني طيب وبعدين وبعد كده حضرتك يعني يجي حصل مشاكل يعني بين الحريم في البيت وهو قال لي منيكش عندي حاجة ويعني مش ما تريد بالمبلغ ده وطبعا عشان هو اخويك كبير يعني فانا يعني مش عايد اعمل معا مشكلة او مثلا يعني يعني الامر ايه يزيد ما بيننا لا اكتر من كده نعم يعني فانا مش عارف اعمل ايه بصراحة الحاجة دي خلاص ده السؤال الاول يا استاذ محمد السؤال التاني السؤال التاني حضرتك يا دكتور يعني يعني انا ليا ايه وانا دين من زوجة تانية مم يعني ويعني ويعني معايا زوجة تانية ومعايا منها ثلاثة اولاد دلوقتي طيب فانا خايف يعني يحصل اي حاجة يعني يبقدول اخوتهم او يعملوا حاجة مع اخوتهم او كده طيب فانا يعني مش عايد اخذ بربنا او مش عايز اكتب حاجة او اعمل حاجة فحضرتك تقدر اتفاد مثل حاجة دي حاضر انت عايز انت عايز بتسأل انا لو كتبت لاخوتهم التانيين اللي انا خايف ان هم يبادلون وياخدوا فلوسهم ياخدوا فلوس كلها ويضيعوا الفلوس كلها على المخدرات هل أنا ممكن أكتب لإخواتهم التانيين حاجة تضمن لهم إنهم ما يحصل لهمش أي تعصر بعد الوفاة يا ربنا إن شاء الله يديك الصحة يا رب ده سؤالك فعندنا السيد محمد سأل سؤالين السؤال الأولاني أخوه اقترض منه قرض وبعدين بسبب الخلافات قال له خلاص ما لكش حاجة عندي ده أكل ما أموال الناس بالباطل ولو كان ده أكل لكان هو مش بيطلب منه إنه عنده تعصر فبيقول له اسبر علي لا ده بيقول له على حسب سؤال السيد محمد قال له لا ما لكش فلوس عندي ده قال عزب الله أكل أموال الناس بالباطل وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اقتطعت له مال أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها ده نار بتلتهب مش هقولك إن هي تأكل فلوسك كمان مش هقولك إن هي ممكن تخلي حياتك تتغير وتتدمر لكن هقولك اتق الله سبحانه وتعالى أنت لا تستطيع أن تصبر على النار فرد الأمانات لأهلها هذا المال كان أمان عندك ولذلك ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك تو إذا كانوا ما خانكش وإذا كان بينكم خلاف فلا يجوز أنت لو أخذت هذا المال الله سبحانه وتعالى يجعل يوم القيمة الشخص اللي أخذ هذا المال ينغمس به إلى سبع أراضين فاتق الله سبحانه وتعالى ورد المال لأهله السؤال الثاني بقى السؤال الثاني بتاع السيد السيد محمد من الشرقية السيد محمد يجوز إن أنت تكتب لأولادك عشان تدخل في مسألة أن أنت بتأمنهم بتأمنهم من إيه زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال للشخص أنه ممكن يأمن أولاده أن تظهر رأساتك أغنياء خير من أن تظهرهم عالة ولذلك إذا فعلت ذلك فليس هناك مشكلة في ذلك ويجوز إن شاء الله أن أنت تعطي هذا المال ما دمت مش عايز تحرم حد لكن أنت عايز تأمن أولادك من ما يحدث من تغيرات الزمان معنا أستاذ سارة تتفضل السلام عليكم عليكم سلام حكاته تفضلي يا أستاذ سارة أنا عني سؤال بعد إذنك تفضلي هو أنا كنت مخطوبة تمام وفسخنا الخطوبة قبل الفرح بيوم لأن كنت أنا وأهلي في الشقة بنرتبها وكده علشان يعني تحضرات الفرح تاني يوم والعليس ما كانش يعرف أن إحنا موجودين في الشقة وتفاجئنا أنه هو يعني جاي وجايب معاه خططته الأديمة سلم يا رب وبعدين تمام فطبعا يعني فسخنا الخطوبة وتخانقنا وعملنا مشاكل وكده وأخذنا حكتي اللي هي كانت تتفرشت وتمام وكل حاجة أه الحاجات اللي انتو اشترتوها يعني أه جهازي تمام أن دي هتبقى يعني أقل تعويض عن الخسائر اللي أنا خسرتها المادية لأن كل جهازي دلوقتي يبقى في حكم المستعمل ولو ربنا قدر لي يعني وحبتها تجاوز تاني يعني جهازي دا كله خلاص يعني هبيعه مثلا بنص الثمن أو كده واحتاجة جيدة حاجة جديدة تمام فهو دلوقتي لي عندي قط النوم اللي هو باكة نجايبها والشابكة فهل دول المفروض أرجعهم له أجاوب حدايك يا أستاذ صار أولا الشابكة المفتة به أن الشابكة دي جزء من المهر أن الشابكة دي جزء من المهر وكمان هو لو كان الفواتير بتاعة قط النوم دي بتاعته فهو سبلك قط النوم ديت خلاص أي حاجة هيتركها لك تعويضا دا جائز وليس فيه أي شيء ويسبوكم من كلام أن التعويض حرام لا خالص أنت حصل لك أضرار نفسية وحصل لك أضرار فيمكن لك أن تأخذي هذا إذا هو راضي دا إذا كانت الفواتير بتاعته بتاعته وهي زي ما في السؤال عندنا الفواتير بتاعته بتاعته فهو دي حكته هو أما بقى الأضرار اللي وقعت عليكي يبقى الأساس إن احنا بنرجع له شابكته وبنرجع له وقط النوم دي ما ننفعش إن احنا ناخدها لأنه هو مشتريها بفواتيره دي ملكه هو طيب طب أنا حصل لأضرار الأضرار النفسية والأضرار الاجتماعية اللي حصلتلي أعمل فيها والأضرار الاقتصادية كمان أعمل فيها إيه دا محتاجة حجم اتنين إما إن احنا يبقى فيه حد يحكم بيننا أو إن احنا نرفع أمرنا للقاضي ورفع الأمر القاضي هو أفضل حاجة إن أنا في أضرار نفسية واقتصادية وقعت علي فإحنا محتاجين نقدرها ليه؟ عشان الأمر داوة ما ينفعش يتسابل تقديرنا فنقع في الظلم إن أنا أخد دا وقول والله داوة أقل زي ما أصدتك بتقولك دا أقل حاجة أقل لتعويضة على اللي حصل لنا صحيح هو دا في تقديركم أنتو بس في تقدير الشرع مش لازم يكون داوة أقل تقدير وممكن تكون أنتم من حقكم تكون في تقدير أكتر من كده مين اللي بيحدده بقى القاضي؟ يبقى إحنا دلوقتي الشابكة شابكته وقط النوم دي لأنه هو اللي مشتريها فياملكم طب نعمل إيه؟ إحنا الضرر دا نستطيع أن نرفع أمرنا للقاضي ونطلب التقدير ليه يا سادة إحنا نتكلمنا النهاردة عن إزاي المسيين بيحبوا إنه يعبروا عن حبهم لنعمة الله بالفرح وإزاي هما بيوسعوا على أهل البيت وإزاي هما بيحبوا الحياة يا رب نسألك وأنت الكريم وأنت الودود أن تديم علينا محبتنا لنعمة الحياة وأن تجعلنا يا مولانا ممن يوسعون على أهلهم وأن تجعلنا بكرمك يا رب العالمين على الدوام من أهل الفرح والسعادة بنعمك وأن تزيدنا في النعم بذلك يا كريم يا ودود يا رحيم يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة